يمكنك الآن تقديم طلب للهجرة إلى كندا وانتظار رد الحكومة الكندية إذا كانت تتوفر فيك الشروط الأساسية وكنت ضمن لائحة الوظائف المطلوبة بدون الشرط الأساسي لن تستطيع ذلك والشرط هو ما سنتكلم عنه اليوم بهذا الفيديو إذا الأصدقائي هذه المنظمة التي سنتكلم عنها اليوم هي منظمة غير ربحية تماما يعني من المفروض أن لا يطلب منك أي مصاريف للهجرة إلى كندا هذه المنظمة ستساعد الشخص الذي فيه المؤهلات التي سنتحدث عنها في فيديو اليوم بأن يهاجر إلى كندا وبأن يتم استجابة دعوته أو طلبه للإجراء إلى كندا لذلك أول شيء أنا سندخل على موقع اسمه Carrière Sans Frontières باللغة الفرنسية طبعا سأدع لكم الرابط أسفل الفيديو يمكنكم ترجمته باللغة الإنجليزية أيضا بعد ذلك لدينا هنا اختيارين أنا أمثل شركة أو أنا أمثل فرد طبعا إذا كان شخص عادي سيختار أنا فرد وهنا سندخل إلى الموقع أو إلى تفاصيل الموقع ترجمة الموقع باللغة العربية اللي يعني يفهم الناس الذين لا يفهمون أو لا يتكلمون اللغة الفرنسية أول شيء هنا سندخل إلى مثلا About أو حولة إذا دخلنا إلى مثلا Covid-19 كثير منكم يسألون إذا كانت كندا لا تعالج ملفات الإجراء خلال هذه الفترة لكن هنا هذه المنظمة اتخذت الحكومة الكندية خطوات لتسهيل توظيف العمالة أو العمال الأجانب أثناء جائحة جائحة الكوفيد-19 لذلك يعني معلومة أن الهجرة إلى كندا هي مقفولة حاليا هي معلومة خاطئة لمطارات مفتوحة طبعا من الصعب أو أعتقد أن يعني السفر لكندا من أجل فقط السياحة والزيارة هو غير مسموح لكن من أجل العمل والدراسة هو طبعا مسموح لكن هناك تدابير يجب على الشخص أن يتخذها خلال سفره بعد ذلك سنتقل إلى نقص العمالة أو موضوع نقص العمالة الذي يهمنا حاليا وهو الموضوع الذي سيمكن كل شخص من الهجرة إذن كما تلاحظون هنا أصدقائي نشاهد المعلومات حول العمالة في كندا العمالة في كندا كما سبق و أشرت إلى هذا الموضوع في فيديوهات سابقة أن التوظيف في كندا أو الشركات هي في خصص كبير جدا من حيث اليد العاملة يعني توجد الكثير من الشركات والمشاريع التي تحتاج يد عاملة وكندا يعني تحاول أن تساعد الشركات في البحث عن الموظفين من خارج كندا لكن يعني يخسرون الكثير من المال من أجل هذا الموضوع لذلك كما تعرفون أن هذه السنة فتحت الأبواب للأضعاف المضاعفة مقارنة بالسنوات الماضية فيما يتعلق بالعدد الخاص للمهاجرين الذين ترغب كندا في إحضارهم هنا لتغطيات خصاص السوق أو سوق الشغل الكندية لذلك كما تلاحظون يمكنكم قراءة الموضوع هنا بالأكمل التي تتعرفوا على النقص الكبير بهذا الموضوع بعد ذلك إذا دخلنا مثلا إلى موضوع المهن المطلوبة التي يجب على الشخص أن يتتوفر فيه كما تلاحظون هنا لدينا الحروف سواء باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية ففي كل مجال لدينا لكل حرف المجال التابع له مثلا في حرف الميم هنا لدينا مساعدين إدارين طبيين مساعدين تنفيذين مسؤولين التعليم ما بعد التنوي والتدريب وكل شراء الكثير المهندسين الزراعيين مساعدوا الممرضات الميكانيكيين يعني كل هؤلاء الأشخاص لديهم شواهد ويشتغلون بهذه المجالات يمكنهم رفع طلب إلى هذه المنظمة ليتمكنوا من الحصول على وظيفة وبعدها الهجرة إلى كندا مثلا إلى ضغطنا إذا ضغطنا على حرف ثاني سنجد يعني وظائف أخرى في جميع المجالات لدينا الكثير من المجالات لائحة المجالات الوظيفية هي لائحة مطلوبة فيما يتعلق بالمهن المطلوبة بكندا أو بهذه المنظمة كما تلاحظون هنا مثلا حرف الداد أو حرف آخر عوازل حرارية هنا لأن في الأصل أن الموقع هو باللغة الفرنسية لذلك الترجمة فيها أخطاء إملائية لكن طبعا أنتم عندما تشغلون على الموقع حاولوا بأن تشغلوا عليه باللغة الأجنبية سواء الفرنسية أو الإنجليزية لأن باللغة العربية توجد هناك أخطاء إملائية لأن الترجمة هي ترجمة إلكترونية فقط لذلك أصدقائي فقط للمعلومة أو للتعرف بأذق التفاصيل على الموضوع المهن لدينا الكثير من المجالات كما تلاحظون أصدقائي النجاري الكيميائيين مقومين العظام مصممين ومطوري الويب الكثير والكثير من الوظائف بعد ذلك إذا أردنا مثلا أن نتواصل مع هذه المنظمة وأن نطلب منهم بأن يجدوا لنا عمل ويساعدونا على الإجراء فقط بمجرد الضغط على هنا الناس عواد شركات لأننا لسنا شركة طبعا فالفرد يمكنه الضغط أو يجب عليه الضغط على هنا مكان الناس وبعد ذلك لتقديم الطلب يمكنكم الضغط هنا وهنا سيعطيكم كل المعلومات الخاصة لرفع طلب أو تقديم الطلب قبل أن تبدأ تصفح قائمة الوظائف المطلوبة كما سبق وفعلنا واختر المهنة التي تناسب مع مؤهلاتك وخبراتك العملية تأكد من قراءة الوصف الوظيفي بعنايه لمعرفة ما إذا كان يناسبك أو يناسب وظيفتك حقا يجب على الشخص قبل أن يبدأ برفع الطلب أن يتأكد من أن الوظيفة التي هي في اللائحة التي تصفحناها مسبقا فعلا تتضمن وظيفته ومجال اشتغاله ثاني شيء أريد فقط الإشارة إليه قبل إكمال الفيديو وأنه أصدقائي من فضلكم تجنبوا يعني رفع الطلب أكثر من مرة واحدة لأن هذا يعطي مؤشر سلبي لمصدقيتكم لأنكم عندما تبعثون أكثر من مرة فهذا لن يساعدكم أو يرفع من حدودكم فقط سيشير أو سيقول للمنظمة أنكم لستم أشخاص يمكن الوثوق بهم لذلك تجنبوا ذلك فقط تأكدوا من المعلومات التي ستبعتوها بالأول تأكدوا من أنها صحيحة وابعتوا طلبكم مرة واحدة بالطريقة الصحيحة وإذا تم قبول ملفكم ووجدوا لكم الوظيفة المناسبة عندما نجد لك وظيفة تتناسب مع مؤهلاتك وخبراتك العملية سنتصل بك لشرح شروط التوظيف والخطوات التالية يعني إذا كان ملفك يناسب الشروط والوظائف التي تصفحناها سابقا فسيتم الاتصال بك من طرف المنظمة وهم سيخبرونك بالخطوات الآتية يعني لا داعي بأن يعيد الشخص رفع طلب الاشتغال أو الهجرة عبر هذا الموقع لمرات متعددة وبالنسبة للمعلومات التي يجب أو الاستمارة التي يجب ملؤها هنا هي فقط يعني معلومات شخصية لكل شخص من بينها العنوان الاسم النسب العمر الجنسية بالنسبة للجنسية لدينا جميع الدول هنا الجزائر لدينا المغرب يعني لدينا جميع الدول سواء العربية وغير العربية لدينا هنا أيضا ماروك أو المغرب يعني كل الدول أو يمكن للشخص بأن يرفع طلب الهجرة عبر هذا الموقع من أي دولة أرادها بلد الإقامة كذلك نفس الشيء إذا كان مثلا جنسية الشخص جزائرية أو جنسية مغربية أو جنسية عربي أخرى لكن يعيش في دولة غير جنسية فيمكنه أيضا أن يرفع طلب والمعلومات كالبريد الإلكتروني رقم الهاتف التعليم بالنسبة للشهادة الدراسية يجب إعطاء معلومات بالتدقيق حول الدراسة أو الشهادة الدراسية الأخيرة التي درسها الشخص ومجال الدراسة هل تريد إضافة تدريب آخر؟ يعني هل أنت ترغب في إضافة تدريب آخر للدراسة التي درستها أو لمجال الذي تشتغل به؟ بعد ذلك هنا ستعطي معلومات بالتدقيق حول التجارب المهنية تجربتكم المهنية إذا كنت تشتغل حالا فيجب تحديد أو اختيار المجال المناسب وأيضا مرة أخرى للإشارة أصدقائي تأكدوا من أن يعني مثلا مجال اشتغالكم يتناسب أو تختارون الإسم المناسب لأن الأسماء الكندية للوظائف تختلف شيئا مقارنة مع أسماء الوظائف في دول أخرى فيمكن مثلا إذا كان الشخص يشتغل خباز أو يشتغل في مجال الطبخ فهنا توجد أنواع وتخصصات كثيرة في هذا المجال لذلك يجب التأكد من اللائحة أنكم تختارون الإسم المناسب للوظيفة التي تشتغلون بها وبعد اختيار المهنة تضعون هنا مثلا المدة التي اشتغلتم فيها أو خلالها في هذا المجال ستة أشهر أكثر أو أقل أو عدد السنوات إذا كانت مدة الاشتغال بمجالكم تتعدى السنة إذا أردتم إضافة خبرة ميهنية أخرى يعني مثلا لديكم أكثر من خبرة ميهنية واحدة اشتغلتم مثلا في مجال معين لمدة سنة أو ستة أشهر ولديكم خبرة ميهنية أخرى في مجال أخر أو في نفس المجال حتى فيمكنكم أيضا إضافة ذلك عبر الضغط هنا نعم أو لا هذه المرحلة الآن التي سنمر إليها هي مرحلة مهمة جدا سبق وأشرت إليها وذكرتها في فيديوهات عديدة لأنها هي السر الأساسي في الحصول على وظيفة في كندا الكثير من الأشخاص يسألون في التعاليق أو في أنستغرام يعني بعت الكثير من السيرة الداتية إلى الكثير من الشركات لكن لم يتم الإجابة أو الرد على رسالتي أو على طلبي وفي معظم الأوقات الأشخاص يبعتون سيرة داتية تخص دولهم كندا لديها سيرة داتية الخاصة بها يجب استعمال السيرة الداتية أو كتابة سيرة داتية على الطريق الكندية مئة بالمئة فمثلا السيرة الكندية الداتية أو السيرة الداتية الكندية لا تشمل على صورة يعني ممنوع وضع صورة الشخص هنا في السيرة الداتية ممنوع الكتابة أو تعريف عن مثلا الهوايات أو الأشياء التي لا يحتاجها الشخص أو غير مهمة أو ليس لديها أي علاقة بالوظيفة أو تجربة الوظيفية أو الشهادات الدراسية يجب أن تكون السيرة الداتية محددة فقط في السيرة الداتية المهنية والمعلومات الشخصية للشخص الذي يريد أن يرفع طلبه سبق وشاركت معكم فيديو أتكلم فيه بالتفصيل عن طريقة كتابات السيرة الداتية وشاركت معكم أيضا بنفس الفيديو مواقع يمكنكم استعمالها لكتابة سيرة الداتية على الطريقة الكندية فقط تضعون معلوماتكم الشخصية بذلك الموقع وهو سيصنع لكم أو سيعد لكم سيرة الداتية كندية بالمعلومات التي أنتم تعطونها لهذا الموقع بعد ذلك وبعد التأكد من أنكم لديكم سيرة الداتية كندية مئة بالمئة يمكنكم تحميلها هنا يعني choose file وبعد ذلك يمكنكم تحميل السيرة الداتية الكندية أصدر مرة أخرى أصدقائي بالأحمر العريد أن السيرة الداتية التي يجب بعتها للبحث عن عمل سواء في هذه المنظمة هذا الموقع أو في مواقع أخرى للتشغيل من بينها Indeed وJobbank وكل المواقع الأخرى يجب بعت سيرة الداتية كندية الآن نمر للمستوى اللغوي بالنسبة للمستوى اللغوي في بعض المهن يمكن أن يطلب منكم يعني أن تكون لديكم مستوى متوسط جيد على حسب يعني المهنة التي ستختارونها لكن طبعا هذا لا يمنع من أنكم تقدمون حتى لو كانت لغتكم أو مستواكم اللغوي غير يعني مرتفع جدا يعني سيكون ذلك على حسب المقاطعة التي ستختارونها سيكون أيضا على حسب المهنة سيكون على حسب المدينة سيكون على حسب الكثير من الشروط لكن في معظم الأحيان فقط بمجرد أن يكون الشخص قادر على التواصل مع الشركة مع المنظمة مع الأشخاص يعني يمكنهم بأن يعني التواصل باللغة سواء الفرنسية أو الإنجليزية فهذا قد يكون كافي في بعض الأحيان لكن في بعض الأحيان يمكن أن يطلب منك اجتياز امتحان اللغة وطبعا مطلوب هنا إعطاء المستوى الدراسي باللغتين الفرنسية والإنجليزية وبعد ذلك يمكنكم وضع رسائل وتعليقات هنا هذه أيضا نقطة مهمة جدا يمكنكم كتابات والتعبير عن مصاريكم المهني والدراسي بالتعليقات هذه النقطة هي مهمة جدا لأنها ستعطي انطباع أفضل وستعطي فكرة أكبر للشخص الذي سيتصفح ملفكم عبر هذه المنظمة وهو يتواصل معكم يعني سيعرف أن هذا الشخص فعلا هو مهتم بالهجرة وشخص فعلا يعني كفو ويستحق التواصل معه ومهتم فعلا بالهجرة إلى كندا بعد ذلك يمكنكم إرسال الطلب مباشرة عبر الضغط على لترسل أو إرسال وبعد إرسال الملف هم إذا كان ملفك يعني يحترم الشروط الأساسي بينها المهنة وأيضا يعني اللغة والشهادة إلى آخر إذا كان فعلا إذا تم إيجاد وظيفة تناسب مجالك ومؤهلاتك العملية وخبراتك العملية فسيتم الاتصال بك والتواصل معك مباشرة وبعدها يمكنك بدء خطوات الهجرة إلى كندا والتي ستقدمها لك هذه المنظمة أو هذه المنظمة إذن أصدقائي فقط قبل أن ننهي الفيديو أريد أيضا أن أعطيكم المجالات أو المدن التي ستساعدكم هذه المنظمة على الهجرة إليها من بينها مقاطعة أو مدينة أونتاريو مقاطعة أونتاريو كيبك بريتش كولومبيا بي سي ألبرتا مانيتوبا ساسكاتشوان نوفا سكوشيا نيو برانزويك لابرادور برينس إدوارد يعني كل هذه المقاطعات هي في خصاص الأرقام التي تشايدونها هنا هي أرقام تمثل الحاجة أو حاجة كل مقاطعة لعدد معين من الموظفين أو يد العاملة يعني مثلا مقاطعة بي سي تحتاج إلى 71 ألف وربعمائة يد عاملة في جميع المجالات نيو برانزويك سبعة لاو في ميتين نوفا سكوشيا سبعة لاو في خمسمية وإلى آخره يعني كل هذه المقاطعات هي في حاجة ليد عاملة لذلك أنصحكم بأن يعني تواصل مع هذه المنظمة هذا طبعا لن يكلفكم أي شيء فقط تبعثوا معلوماتكم الشخصية وقبل ذلك يجب تأكد أن وظيفتكم هي موجودة في لائحة المهن التي سبق وتكلمنا عنها سابقا في هذا الفيديو أتمنى من كل قلبي أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو ومناسب لما تبحثون عنه وبالتوفيق للجميع إن شاء الله أراكم في الفيديو المقبل مرة أخرى